مرحبا شباب تحياتنا لكل متابعين من خلال قناتنا على اليوتيوب قناة علي الصياد المكتوبة باللغة الإنجليزية وعلى الفيسبوك من خلال البيج بلاول علاوي علي الصياد الفيديو هذا يا شباب رح يخص أو يوضح الأسباب اللي تؤدي إلى شلل أرجل الطيور طبعا طيور بشكل عام وبس البلابل أو يؤدي إلى خلل بوظائف الرجل أن الطير ما يقدر يستخدم رجله بعد وما يقدر يعتمد عليه يعني مو بس الشلل هذا الفيديو رح يكون مختصر كل حالة وإلها شنو أسبابها وشنو علاجها بصورة سريعة مفصلة ومختصرة إن شاء الله تستفادون من عدها مع العلاج وتوضيح مثل ما قلنا بالصورة لكل حالة شخليكم وإيانا إن شاء الله تستفادون من هذا الفيديو الحالة الأولى هنا للشباب مثل ما واضح بالصورة بعض الحالات التصادف الطيور وهي أنه يكون مثل الشد العصبي يعني الإصبع الخلفي للطائر يكون مجدود ويتغير تجاهها يصير للأمام ويبقية الأصابع يعني العصب مالته يتوتر وينشده يجي من رح يكون للأمام رح يفقد الطائر التوازن على رجله فكأنما تبدأ تكون شكلها مشلول لأن ما عنده سيطرة على قبضة أصابع هنا العلاج بسيط مثل ما واضح عدكم أنه ينربط الأصبع الخلفي ويه القائم مع الرجله ويتقدم الكاليسيوم ومجموعة الفيتاميات وخصوصا الفيتامين D3 مثل ما واضح عدكم والشفاء طبعا يكون تدريجيا نفتح الربط هذا ونلاحظ الحالة الحالة الثانية شباب عدنا وهي الخلل بإنتاج الكاليسيوم أو فراز الكاليسيوم بجسم الطيور هذا الخلل رح ينتج عنه طول بالأظافر أو لين بالأظافر والمنقار طبعا بس احنا تركيزنا على أمراض الأرجل اللي تسبب الشلل وعدم قدرة الطار على استخدام رجلة أو القيام بالوظائف هنا تشابك الأظافر رح يؤدي إلى أن الطير ما رح يسيطر على قبضة رجلة ما رح يقدر يوقف على المشتم طبيعي ما يقدر يتحرك هنا رح يبين كأن الطير شبه مشلول صار أو شبه أن رجلة ميتة ما يسيطر عليها هنا العلاج بسيط نقدر نقص الأظافر الطبقة الزايدة فقط مثل ما موضح بالصورة يعني لازم نحافظ على أوعية دموية حتى ما يسبب عندنا نزف ونقدم الكاليسيوم للطير حتى يتم معادلة الكاليسيوم جسمه وما يطول عندنا الأظافر من جديد الحالة الثالثة شباب مثل ما واضح بالصورة وهي أنه هاي الحالة تصيب فقط فراخ الطيور بفترة عمرها الأولى وهي أنه الفراخ بسبب ضعف جسمها وضعف سيطرتها على وظائفها وأنه تغذيتها بعدها مو كاملة وأنه الطير ما عنده قوة كافية وتحكم كافي في جسمه فأنه يفقد السيطرة على بعض أعضاء جسمه أحنا اليوم شغلنا بس على الرجل راح نركز بس على الرجل مثل ما واضح عدكم هنا الطير فاقد السيطرة على أصابيع أصابيع ملمومة مثل ما تلاحظون هنا رجلة راح تكون تترنح يمنى ويسرى وراح تكون ببيناتهم مثل الفسحة القوية هنا بالصورة واضح عدكم أكون ربط بين الرجل الثاني حتى بس نسيطر على المربين يسيطرون على وقفة الطير هنا العلاج بسيط نصنع قالب على قياس رجل الطير مثل ما واضح بهاي الصورة هذا القالب راح يكون على قياس الطير وتثبت الأصابيع مثل ما واضح أنه الأصابيع تأخذ الشكل اللي ياخذ الشكل الرجل أنه بالوقفة مالتها هنا العلاج يمتد من أسبوع إلى أسبوعين نرفع القالب هذا ونشوف أنه الطير تماثل لشفاء أو لا إذا تماثل خيرا على خيرا إذا ما تماثل نعيد الطريقة إليه وأكيد تقديم مجموعة فيتامينات من ضمنها أكيد فيتامين D3 حتى نقوي الطير ونقدم إليه الكاليسيوم أيضا الكاليسيوم لتعزيز جسم الطير على الانتاج الكاليسيوم بجسمه ونرجع ونأكد على فيتامين D3 هو أساس علاج مشاكل أرجل الطيور وعظامها واللي ما يتوفر عنده أكيد التشميس هو البديل الأول الحالة الرابعة شباب ويانا عندنا مرض الكساح مرض الكساح يصيب أكثر شي الطيور اللي تتغذى على الحبوب والطيور الداجنة بصورة عامة يعني أحنا اليوم اختصاصنا على البلابل فالبلابل بعيد يعني هذا المرض ما يصيبها هنا هذا المرض يصيب البلابل بس يعني بنسبة قليلة جدا جدا هنا مرض الكساح مثل ما واضح عندكم الطير يفقد كليا سيطرته على أرجل يعني مثل ما تلاحظون هنا أكو مرض يصيب الطيور مؤقتا وأكو يمتدويا دائمي وهنا أكيد العلاج إلى دور مهم يعني العلاج بتقديم الفيتامينات أكيد مثل ما قلنا وأكو مضات حيوي خاص لمرض الكساح أيضا يستخدم وأكو تلقيح إلهن أيضا يستخدم وأكو علاج إلهن مثل ما واضح بالصورة وهو أن تربط الرجينات الأرجل بهاي الطريقة حتى نحفز الطير أنه يسيطر على الأرجل ويعني شون يتحكم بيهن يعني بالقدر المطلوب ما يخلي الرجينات كل واحدة بجهة فمثل ما لا واضح عندكم بالصورة بالإضافة إلى المحفزات المحفزات اللي هي فيتامينات والمضاد الحيوي والأفضل هو التلقيح إلهن ضد هذا المرض طبعا هذا المرض يصيب البلابل بحالة واحدة أنه البلابل الصغار اللي نسحبهن من العش ونخليهن على أرض صلبة هنا رح يصير بهم هذا المرض المفروض البلابل من نسحبهن من العش وهن صغار يبقى نبعشهن حتى يسيطرون قبضة رجليهم وتقوى أعصاب رجليهم غلط نخليهم على أرض صلبة أو على المسلم وهن بعدهن صغار الحالة الخامسة عندنا شباب هو مرض النيوكاسل اللي هو يعتبر أخطر الأمراض على الطيور واللي نعتبره نحن طاعون بحد ذاته لأنه للأسف صعوبة علاجه وللأسف سرعة انتشاره وقضاءه على الطيور بصورة رهيبة وبصورة سريعة يصعب السيطرة عليها مرض النيوكاسل من أعراضه أن الطير تنشل تك رجل أو اثنين رجليناته ويصاحب هذا الشلل رعشة شديدة عند الطير ومرات ينعكف أو يلتوي الراس إلى الخلف أو للأمام وأيضا ويا رعشة ومع الظهور أخشية مخاطية من المنخر وصعوبة بالبلع أو أصلا الشهية رح تقل الطير أو الطير يأخذ زوايا بالقفص ويبين عليه أن الطير هافت أو أن الطير ما يقدر يتحرك طبعا قلت لكم المرض قاتل بصورة رهيبة وينتقل سريع جدا الخلاص الوحيد منه حتى نسيطر عليه وهو اللقاح خاص موجود طبعا والتخلص من الطيور المريضة بحرقها حتى نقدر نقتل الفيروس حتى لا يروح للطيور بقية لأنه ينتقل من الطيور الميتة للطيور الصاحية طبعا هذا المرض ما يصيب غير بس الطيور اللي تتغذى على الحبوب فقط يعني البلبل إن شاء الله بيعيد كل البعد عن هذا المرض وما يصيبه إلا في حالات نادرة وهي عن طريق انتقال العدوى ننصح البلبل أن يبتعد عن الطيور اللي تتغذى على الحبوب لا سامح الله أن هاي الطيور إذا ما انتقل إلى المرض حتى تكون البلاب البعيدة عنها ونسيطر عن المرض بأسرع وقت ممكن عن طريق حرق الطيور المريضة إن شاء الله استفادئتم من الفيديو شباب بتحياتنا لكم بتحياتنا لكل من تابعنا لنهاية الفيديو ترجمة نانسي قنقر